صار احتكاك ويا خيرنط الفاح نعم شو ودك عليه عندي عندي يعني بستان كبيرة وبيها قطعة على الشاط والشاطي مالتها يعني قسم منعدها وين بالضبط يا منطقة؟ منطقة الفحامة فباني بيت وبيت نطيف وروح مبات بي الاستراحة واحد يعني من اقربانا فد شكوة بسيطة راحة ليه خيرنط الفاح كيف كل شوية دزي انذار بانه اه انت لازم تقلع على البيت انت ما اخذها مساطحة حلقة؟ اني ما اخذت مساطحة ودافع الاجار ودافع الاجار على البندة كلها ولي قدام دافع الاجار؟ كان منصبه محافظ بغداد محافظ بغداد صير يعني تقريبا اول مجهة فرحت علي قلت له يا ابا هاي المستددات وقال لي هاي ما باوع بيه اني قررت هذا البيت ازيله هو يعرفك؟ نعم اني قبل ما اعرفه ايه مثل رحت علي قلت له قلت له قلت له قلت له اني نصير كامل اتشاهد ايه طبعا هو وجه الانذار اليه شنو رد فعله يعني عرف ابوك؟ ايه طبعا بس يعني ما اتجاهل اتجاهل ايه قلت له ايه قلت له ايه را再來 كل هالمستندات كل هالمكذامات شهله الترتيبات ما فعد بيه فا اقام دعوه اول وقت هو اقام دعوه؟ ايه اقام دعوه اه في ازالته فالدعوه اه وصلت الى التبييز ما كسبه طلع بالدوزرات وقلع على البيت هو وأثاثه وكل ليش بالبطجع بالعفرة وش سويت وش سوي ردت أقيم دعوة عليها جوي عليها هواي الناس هو وصل خبر بأنه والله إذا يقيم دعوة أصدر علي قرار من مجلس قيادة الثورة أذبه بالسجن ولا يطلع بعد طيل عمره وأذيه يعني حج هو وياي وبالبيت حج هو وياي تركت الموضوع كان بيت لطيف صغير ما حاولت تتقابلش مسؤول حاولت بس عرفت ما بيفايدة حتى المسؤول اللي أعرفه أتهزم